اهلا بحضراتكم من جديد زي ما فكركم انتهت مباراة كرة السلة او جيم وان في البلاي اوف اللي ما بيننا وما بين الاتحاد السكنداري بنتيجة 71-58 الحقيقة انا جاتلي احصائيات المباراة خلينا استعراضها بحضراتكم على الشاشة وقال لكم بعض الملاحظات المهمة جدا واكيد طبعا جهاز الفني عندنا هيراعي ده هنتكلم عن الاتحاد السكنداري في البداية الاتحاد السكنداري جهة داف الفريق هيسم كمال ب12 نقطة طيب هيسم كمال لعب قد ايه؟ هيسم كمال لعب 25 دقيقة يعني ما لعبش موتش كله تاني هيسم كمال هو هداف الفريق برصيد 12 نقطة يجي وراء اسماعيل احمد برصيد 11 نقطة هو ومارفل هاريس طيب اسماعيل احمد لعب قد ايه؟ اسماعيل احمد لعب 21 دقيقة وربع تريبا نقول 21 دقيقة مارفل هاريس لعب 23 دقيقة الاتنين حطوا 11 بند طيب خلينا اروح لاحصيات الفرقة ككل احصيات الفرقة في الفيلد جول او الكور دي طبعا نصحات الاتحاد النص اللي فوق ده انا كلم على الاتحاد الاول في الفيلد جول نسبتهم شاطوا 60 شوطة على الحلقة الاتحاد سكنداري جاب 25 تصويبا 60 تصويبا جابوا 25 نسبة 41% تقريبا 42% تحتها تلاقوها تحت في الجدول الاوانية تحت طبعا 41% دي نسبة عالية مش قليلة على فكرة واحد يقول 40% لا 40% في البسكت دي نسبة عالية هنشوف نقسمها بقى هتلاقي التلاتة بند شاطوا الاتنين بند الاول شاطوا 32 شوطة تصويبا جابوا 17 بنسبة 53% نسبة عالية قوي نسبة عالية قوي صعب بتكسب فرقة وهي جايبة 53% نص المحاولات اللي حاولوا بيها على الحلقة اللي هي المحاولات بنقطتين جابوا اكتر من نصها 53% طيب الاتحاد السكنداري في 3 بونت شاط 28 تلاتة بونت جاب 8 بنسبة تقريبا 29% نسبة عالية جدا نسبة عالية جدا هتقول يا كابتن ده 29% 28.6 آه كل ما بتبقى ده الحلقة كل ما النسبة بتقل فانت جايب 8 تلاتات 8 في 3 يعني ب 8 في 3 يبقى 24 نقطة 24 نقطة تلاتة بونت كتير 24 بنقطة تلاتة بونت يجاب فينا طيب الفاول شوت شاطه 18 فاول شوت جابه 13 بنسبة 72% قبل تعارفين عندنا في النادي الاهلي بس ما تقلبوش النادي الاهلي يعني بس اقول لكم في الحتة دي بس النادي الاهلي يعني النادي الاتحاد جلى 5 فاول شوت بس النادي الاهلي مجلي كام يا جماعة النادي الاهلي مجلي 14 فاول شوت وإحنا خسرين أصلا 13 نقطة ده اهو النادي الاهلي اهو تحت في الفريسرو او الفاول شوت احنا شايتين ستة وتلاتين جايبين اتنين وعشرين ده معناه كده ان احنا مجالين اربعتاشر نقطة اه نسبتنا واحد وستين في المية نسبة ضعيفة جدا 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 اربعتاشر فاول شوط طبعا محتاجين تركيز اكتر من اللعبين طيب خليني في النادي الاهلي احنا قلنا النادي الاهلي ناخد مثلا الفيلد جول اللي انت تصوبتك كلها باتنين وتلاتة انت صوبت تسعة واربعين تصويبة جبت منهم ستاشر بنسبة مقوية اتنين وتلاتين في المية او تلاتة وتلاتين في المية تلاتة وتلاتين في المية نسبتك في التهديف الاتحاد السكنديري نسبته في التهديف واحد اتنين واربعين في المية احنا تاتة وتلاتين وهما اتنين واربعين النتائج بتتكلم او الارقام بتتكلم طيب عندنا في الرميتين في الرميتين او اللي هو التو بوينتس اللي هو التصويبات السنائية احنا اربعة وتلاتين جايبين اتناشر بنسبة 35% الاتحاد كام يا جماعة في الصناعية 51% تمام يعني 53% و35% نسبة نسبة اتحاد 50% اكيد واحنا 35% طيب هنروح ليه الرمية الحرة قلنا طبعا نسبتنا 61% نسبة قريلة جدا محتاجين نحسنها طيب الريباوند مهم جدا ناخد الريباوند احنا الريباوند كله الفرقة كلها طيب الريباوند جايبها 45% ريباوند احنا ودي حاجة كويسة جدا على فكر نادي الاتحاد جايب 33% ريباوند احنا تفوقنا على نادي الاتحاد في الريباوند احنا تملكنا الحلقتين طبعا عمر طارق ووسيف سمير نضلموا الحلقتين بمعنى كلمة نضلموها يعني 45% ريباوند 30% دي نسبة عالية جدا طيب التيرن اوفر وده اللي هو الكور المقطوعة الكور المقطوعة او الووك او الاخطاء اللي هي unforced error احنا total 21 turn over الاتحاد اتناشر احنا 21 turn over والاتحاد اتناشر طبعا الارقام يعني محتاجين تتحسنها تمنى ان شاء الله الارقام دي تحسن انا حبيت بس ايه يعني نكون updated باللي بيحصل الارقام طبعا احنا ما فيش مشكلة ما عندناش مشاكل خالص فرقيتنا قدت برضو اداء كويس اداء جيد عامت اللي عليها ان شاء الله مستنين اكتر منهم والارقام دي اكيد كوتش ماريو هيحللها تحليل كويس ولازم اللاعبين نفسها تشوف الارقام دي انا ما كنتش موفق في الرامي الحرة لازم الماتش يجاو وفق لازم فيه خمس ماتشات لسه فيه ماتش تاني وثالث ورابع وخامس ما عندناش مشكلة خالص بيحصل انت بتبقى متأخر شوفنا في فريق السيدات اتأخر اتنين سفر وكسب ماتشين واربعة دي باتنين اتنين ولعدنا ماتش فيصل لم نوفق فيه ولكن سهل جدا حتى لو خسيت ماتشين تعود ده ما فيوش اي مشكلة خالص اشتركوا في القناة